هستغل فرصة إن موانس شام نصر معايا وهسأل السؤال اللي مسألتوش لأي مراشة هسأله لأول مرة استغل هذا الهدوء والزكاء فيه الردود علاقة نادي الزمالك بجرانهم بالأنداء الأخرى بالاتحادات بكل ما هو اللقاء وعلاقة برياضة كان فيها توتر كبير للفترات الماضية وعشان أبقى أكثر وضوحا يعني علاقة نادي الزمالك بالنادي العلي أكبر ناديين في مصر الحكاية دي أنتو بتفكروا فيها إزاي؟ الأعلاقة تبقى جيدة بين أكبر ناديين فمصر ترجع تاني العلاقة الطبيعية بالمناسبة وعش العلاقة الغريبة يعني ترجع تاني العلاقة الطبيعية دي بتفكروا فيها إزاي عشان دي نقطة مهمة أنا متصور كمان ليه علاقة بفكرة الريبراندينج اللي يتفكروا فيها كانت الزمالك ما فيش شك إن إحنا نتمنى يعني إن العلاقة تبقى طبيعية ومتبادلة بالاحترام إحنا أولا وأخينا اسمها رياضة أيوة ده أنت لما بتقول الحد خلي روحك رياضية يعني يبقى أسلوب التعامل في احترام متبادل بين الطرفين أهلا وسهلا هو أنت تكره إن يبقى عندك في مصر مش هقول أهل وزمالك لا أهل وزمالك وإسماعيلي والتحاد خمس ست فرق عظماء في الرياضة وإنت بتصدر صورة للدول العالمية والعربية والأفريقية إن الرياضة في مصر حاجة محترمة أنت بتمثل الدولة المصرية فأكيد تحسين العلاقة مع كل الأندية دي أمر مفروغ منه إحنا كلنا زينا زي بعض كلنا بنمارس الرياضة كلنا عندنا بطولات يلا بقى نتعامل كويس علشان نقدم صورة كويسة للرياضة المصرية أنت لما بكون أنت محترم بتفرض على قدامك الاحترام أيوة بتفرض احترامك على الاتحادات إن هي ما تلعبش بيك وتبقى حازم وقوي وواضح على فكرة فرق كبير أو أنك تبقى قوي وحازم في قراراتك وفي كلامك بينما تبقى أنا أسف قليل المهمة تسيء الأدب لبعض الناس بالزبط كده يعني فإحنا إن شاء الله إن شاء الله هنصدر الصورة ديت عن نادي الزمالك اللي هي أصلا موجودة وفدي بالنسبة لنا دي ألف به تعامل إن شاء الله إنت وطي نقطة مهمة جدا ودي في منتقى أنا بحب أكرر الكلام المهم يا جماعة بل لو تسمحوا إنه قالك إنه ممكن تبقى شخصية قوية وحازمة وفي حقوق نادي الزمالك بس دون إساءة لأحد ده أنا فيهمت صح كده مظبوط صح؟ مظبوط اللي هو مش لازم يبقى في إساءة بس ناس أحيانا تربط ما بين القوة بالإساءة إنه لازم تسيق لأحد عشان يقولك إيه لحقوق ده جامد جدا كنت دايما في في اتحاد الهندبول لما بيبقى فيه مشكلة مع أي فريق مع أي درجة من درجات أقول له ما تصدر ليش المشكلة فقط لو إنت عندك فكر قل لي المشكلة وارد علي حلول وتعالى نتناقش مع بعض لكن إنت عندك مشكلة تروح جاي مهاجمني وشتمني ومش عارفه وبس هو أنت كده خدت حاجة استفدت حاجة لا لا بل بالعكس بقى أنا هعند معاك لازم الاحترام والفكر يبقى متبادل آه إنت اللي عندك المشكلة صح وشايف إن الحق بتاعها وطريقة الحل بتاعها يبقى بالطريقة الفلانية دي تعال يا أخي نتناقش قل لي إنه دي ممكن أعملك ده نفس الإسلوب اللي إن شاء الله نتعامل به مع الاتحادات بصفة عامة ممتاز جدا إنت عندك مشكلة أنا مش عجبني القرار ده طب نعمل إيه عندي مشكلة في التحكيم آه طب يا جماعة ممكن تجيبوا حكام أجانب ممكن تجيبوا حكام أجانب يبقوا مديول للحكام بتوعك تجيب لهم حد يدربهم كويس ويشرف عليهم كويس يكون فعلا على مستوى كويس محاضرات يعني تقولوا الحل صح ما تقولوش أنا مش عايز الحكام والحكام ده وحش هتقولنا حكام أجانب والمستوى ومش عارف إيه لا لو ما ستضلكش المشكلة وخلاص إحنا إن شاء الله إن شاء الله هنساعد على تطوير الرياضة المصرية حلوة الجملة دي طبعا حلوة الجملة دي ويعني هو أنا بس كان فضيلي دي كنت أخذ بس كنت عايز أختم بيه بس أخذ برضو دي فرصة الزمالك الفترة اللي جاية كلها جماهير الزمالك عايز تاخد بطولات في كل الألعاب كرة دي بيعدت شوية الفترة اللي فات بسبب ظروف صعبة في إيقاف قيد وشوية مشاكل كرة القدم الناس مش متوسمة خير إنه يعمل حاجة فلقي كرة القدم السنة دي تقول إيه الجماهير الزمالك اللي قال أنا من كل الألعاب الرياضية تعريبا السنة إعادة البناء ستكون سريع جدا الأرض خصبة في نادي الزمالك محتاجين شوية تنظيم في حاجات كتير فنية ومالية وملاعبية وحاجات كتيرة كده يعني بس رتمها هيبقى سريع إن شاء الله بطمينكو بس انتو أصبروا علينا شوية مش مع أول كرة في العرضة يبقى ده إحنا مجلس مش عارف إيه بتاع هم عارفين وفاهمين بس بنطلب شوية صبر إن شاء الله كده يعني وهيلمسوا هم النتائج دي بسرعة إن شاء الله باش مانسي شام انت شرفت ونورت أتمنى لك يا رب كل التوفيق في انتخابات نادي الزمالك أنت وكل المرشحين المحترمين اللي موجودين حلام في نادي الزمالك أمشكرك شكرا جديد شكرا على ستافتك شكرا